لا قام الحوثي بقصد الهاول على منازل المواطنين تواصل ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران انتهاكاتها حقوق الإنسان في اليمن وتنوعت انتهاكات الميليشيا بين القتل والتجنيد والاختطاف والإخفاء القسري وتوجت الميليشيا انتهاكاتها بسرقة المساعدات الإنسانية والإغاثية المخصصة للملايين من اليمنيين الذين أتعبتهم الحرب الدائرة في البلاد منذ سنين وإعاقتها عمل المنظمات الإنسانية على الأراضي التي تسيطر عليها في اليمن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية والإغاثية الطارئة مارك لوكيك سلطت ضوء مؤخرا على هذه الانتهاكات وبشكل خاص الشق المتعلق بالمساعدات الإنسانية لوكيك قال أن الميليشيات الحوثية تقوم بتصرفات تعيق عمل المنظمات الإنسانية التي تقدم المساعدة العاجلة لملايين اليمنيين في جنوب البلاد المسؤول الأممي بيّن أن برنامج الأمم المتحدة لتقديم المساعدات الغذائية يهدف إلى إغاثة أكثر من عشرة ملايين شخص محتاج في اليمن يشكلون قرابة نصف عدد سكان البلاد لكن الكثير من هؤلاء الأشخاص لا تصلهم المساعدات بسبب العراقيل التي وضعت في طريق المنظمات الإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي المسؤول الأممي حذر كذلك من أن منظمات الإغاثة ستقوم بتعليق عملياتها في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات في حال واصلت انتهاكاتها بمنعها دخول هذه المنظمات إلى المناطق التي تسيطر عليها لتتمكن من تحديد المستحقين للمساعدات الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2014 تسببت بمقتل عشرات آلاف الأشخاص وبحسب منظمات إنسانية محليات ودولية لا يزال هناك نحو ثلاثة ملايين ونصف مليون يمني نازحين هربا من العمليات العسكرية فيما يحتاج أكثر من أربعة وعشرين مليون شخص يواجهون خطر المجاعة أي ما يعادل ثلثي سكان اليمن إلى المساعدات الإغاثية العاجلة بحسب منظمة الأمم المتحدة التي وصفت الأزمة الإنسانية في اليمن بأنها الأسوأ في العالم